بعد أكثر من عام ونصف من الترقب والانتظار حانت ساعة الصفر وتم الإعلان عن ميلاد المكتب التنفيذي للمجلس العالى للشباب المكون من 14 اسماً هي عدد المكتب الأول في تاريخ المجلس في العشرين من الشهر الثالث 2014 بدأ لقاء الشباب مع الرئيس محمد العبد العزيز ليدوم اللقاء ثلاثة أيام متوالية وبحضور من تم اختيارهم من ممثل الشباب تواصلت النقاشات في هذه الأيام حول المشاكل التي تم طرحها من طرف المشاركين وكان من بين التوصيات إنشاء مجلس أعلى للشباب وتنص التوصيات على أن هذه الهيئة غير سياسية ويناط بها دور استشاري والاطلاع بدور في القضايا الكبرى التي تعني الشباب كما نص البيان الختامي لرئيس الجمهورية فهل يفيقادة المجلس بما جاء في البيان بعد مرور ما يزيد على السنة من إنشائه في دراسة هي الأحدث من نوعها من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تتصدر موريتانيا قائمة الدول الأكثر نسبة للبطالة حيث تصل نسبة البطالة الثلاثين في المائة وتعود النسبة الكبرى منها للشباب حيث تصل إلى السبعين في المائة مما يجعل التحدي كبيرا حسب المراقبين أسماء عديدة وقع عليها الاختيار لتمثيل الشباب في مجلسهم فهل يسهم هؤلاء في خفض نسبة المشاكل التي تواجه الشباب الموريتاني يتساءل الكثيرون